الجزء الثالث من نص المسترسل الريح والطاقة الورقية تقطير الجزء الثالث من الرياح يا ولدي إلى طاقة كهربائية أهم أحداث الجزء الثالث الحداث الأول الرياح قوة هائلة في عالم طبيعة وهي جزء حيوي من الطقس الحداث الثاني الرياح هواء متحرك الحداث الثالث تستعمل طاقة الرياح في القديم في تشغيل مضخات واستخراج الماء من الآبار الحداث الرابع تحول طواحن طخمة طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثالثا أثار هبوب الرياح أغصان الأشجر المتلاعبة الأعشاب المتميلة الأعلام المرفرفة الرمال المتناثرة والأغبرة المتطايرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر